اشتركوا في القناة وعلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال فترة توليه المنصب وهي الفترة التي شهدت الكثير من الإنجازات المهمة سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو من خلال آلية تعاون الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان معرضا له عن عطيب التمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق من جانبه أعرب الرئيس القبرصية المنتهية ولايته عن امتنانه الكبير للرئيس السيسي لهذه اللفتة الكريمة مثمنا الإسهامات المقدرة للرئيس في إرساء دعائم التعاون المثمر بين مصر وقبرص على مدار السنوات الماضية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التكامل والتوازن بين جهود تحسين منظومة البيئة والسراتيجية الدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية فضلا عن تعزيز المشروعات الهادفة لحماية وتنمية المحميات الطبيعية وزيادة توعية البيئية المجتمعية وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة البيئة حرصا على متابعة ملف تغيير المناخ واستكمال الزخم الإيجابي الناتج عن الاستضافة الناجحة لمصر للقمة العالمية كوبتواني سافل للمناخ موجها بمواصلة تعزيز تعاون قائم مع الجانب الإماراتي تمهيدا لاستضافة دولة الإمارات الشقيقة للقمة العالمية المقبلة للمناخ نهاية العام الجاري وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع جهود تطوير القطاع البيئي التي ترتكز على عدة محاور أهمها الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية فضلا عن تشجيع الاستثمارات البيئية ونظم الاقتصاد الخضراء وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدل أقصى جهد لاستمرار تقدم مصر في جميع المجالات ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما أكد الرئيس السيسي على أولوية توفير كل الدعم اللازم لبناء وتطوير قدرات الشباب المصرية ومساندة الشركات الناشئة وتشجيع توسعها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موجها كذلك بمواصلة جهود الدولة في تعزيز تحول الرقمية وميكانة الإجراءات الإدارية والحكومية تسهيلا على المواطنين جاءت توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استمع خلال الاجتماع إلى عرض حول جهود تأهيل وتدريب الموارد البشرية المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال استراتيجية مدينة مصر الرقمية كما طلع الرئيس السيسي على مستجدات عدد من المبادرات والمشروعات من بينها أشبال مصر الرقمية ومراكز الإبداع الرقمية وتطوير مكاتب البريد المصري ومكاتب الشهر العقاري والمناطق التكنولوجية ومدارس تكنولوجيا تطبيقية على مستوى الجمهورية انقطعت الكهرباء عن نحو 85 ألف منزل وشركة في منطقة لوسانجلوس مع استمرار العواصف في ضرب أجزاء من ولاية كاليفورنيا مما أدى إلى تساقط الثلوج وهطول الأمطار وقالت إدارة النقل في كاليفورنيا أن الطريق السريع فايف وهو أكبر طريق سريع يؤدي إلى الشمال خارج المدينة ظل مغلقا بسبب الثلوج الكثيفة بينما تم إغلاق العديد من النقاط الجنوبية الأخرى وفي شمال كاليفورنيا من المتوقع أن تشهد سان فرانسيسكو درجات حرارة قياسية باردة ضرب زلزال بقوة ستة واثنين من عشرة درجات منطقة بريطانيا الجديدة النائية في بابواغينيا الجديدة وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لكن لم يصدر تحذير من حدوث توسونامي وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق 38 كيلو مترا لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترونيوز من خلال أبستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيوار كود الظاهر على الشاشة شكرا على طيب المتابعة وأبقاكم على رأس ساعتي من جديد وهذه تحياتي نها الخلف